اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم على اغتنام ما تبقى من شار رمضان مبارك أيها الحفل الكريم إن العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية تتركز على قاعدة متينة جوهرها وحدة العقيدة والإخاء وما يشكلان من ثقل على مختلف الصعد إسلاميا وإقليميا ودوليا وتتصف هذه العلاقات على المستويين الشعبي بالتقارب والاحترام المتبادل والسياسي بالتفاهم وتكامل أدوار تعزيزا لمسيرة العمل المشترك وقوة مؤثرة تتجاه مختلف القضايا طاريا وأمميا للمملكة وباكستان جسدا واحد وعقيدة واحدة إن العلاقات بين الجانبين تعود إلى إبريل عام 1940 ميلادي أي قبل سبع سنوات من استقلال باكستان عن بريطانيا لتتجه بعد استقلالها عام 1947 نحو آفاق جديدة من التعاون والصداقة وتكون الحليف المسلم الأقرب للمملكة العربية السعودية التي بدورها كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة باكستان وحدودها على خريطة العالم وللمملكة مكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني وتحظى باحترام وتقدير كبيرين لدي جميع الأوصاب السياسية الرسمية والحزبية والإسلامية والشعبية الباكستانية انطلاقا من الروابط الإسلامية والأسس المتينة للعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على المستويين الثنائي والإسلامي بوصف المملكة من الدول الرائدة للعمل الإسلامي المشترك ولدعمها المستمر لجمهورية باكستان منذ استقلالها إلى اليوم وما تقدمه من خدمات متكاملة لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين والمشروعات الكبيرة في المشاعر المقدسة حيث حرصت حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله مرورا بأبنائه البررة حتى عهدنا الميمون بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهم الله وقيادة جمهورية باكستان الإسلامية لأكثر من سبعة عقود على تعزيز علاقات البلدين يطورها الالتزام الطرفين باعتدال نهجهما السياسي وانفتاحهما على العالم والتنسيق بين سياساتها وتعاونهما في المحافل الدولية الأمر الذي شكل بعدا فعالا في تنامي وتيرة العلاقات الثنائية بينهما في مختلف الصعود وأرتقت لمستوى الشراك الاستراتيجية وتعزيز علاقتهما على جميع الأسعاد السياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتلموية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية والشراكة السعودية الباكستانية أدوارا فعالة في حل القضايا التي تواجه الأمة الإسلامية على مستوى العالم كعضوين مؤسسين لمنظمة التعاون الإسلامي إلى جانم مساعيهما من أجل السلام والأمن الإقليمي والعالمي ملتزمين بمواصلة مكافحة التطرف والإرهاب ودعمهم المجتمع الدولي للإطلاع بمسؤولياته حيال تضافر الجهود الدولية كافة لمحاربته وتتطلع القيادة في البلدين إلى الاستفادة من جميع القنوات المتاحة لتعزيز التجارة التنائية والاستثمار والتشجيع التواصل بين الشعبين وبين رجال الأعمال في إطار مجلس التنسيق السعودي الباكستاني لتسيير التجارة التنائية إلى جانب دعم التعاون العسكري والأمني وتهتم المملكة بتنمية وإزدهار باكستان حيث قدم السندوق السعودي للتنمية العديد من المساعدات التنموية منها تقديم القروض التنموية للإسهام في تمويل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في قطاعة الطاقة والسدود والمياه والصرف الصحي والنقل والبنية التحتية إلى جانب الدعم الإضافي المستمر لباكستان عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمواجهة الآثار المدمرة للزلازل والفيضانات وتقديم الدعم والمساعدة للشعب الباكستاني وتحظى رؤية المملكة 2030 بالتقدير والاحترام من قبل العديد من القيادات الباكستانية المؤثرة بصفتها نقلة النوعية في التكفير السياسي في التفكير السياسي السعودي الناضج وتعكس منهج الإسلام الوسطي وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي وتوفر الفرص والمكمنات للبلدين للدخول في شراكات وتحالفات استثمارية في إطار مبادرات الرؤية وتترجم البلدان هذه العلاقات الاستراتيجية بتبادل كبير في الزيارات ليعود مردودها على تعزيز هذه العلاقات من جهة وتحقيق المصالح المشتركة التي تعود بالخير على المنطقة فخامة الرئيس أيها الأحبة الكرام إن أعمال مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني تمثل نقطة انطلاق في مسير العلاقات السعودية الباكستانية ويعكس المجلس حرص القيادتين على هذه العلاقات وتأطيرها ونقلها إلى آفاق أرحب في جميع المجالات وإدخال المبادرات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والعسكرية في إطار التعاون التكاملي الاستراتيجي بما ينسجم مع تطلع البلدين إلى بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد وفي الختام أدعو الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان والاستقرار والرخاء على بلدينا وعلى شعبينا وكل الشعوب الإسلامية وأن يحفظهما من كل سيء وأن يحفظهما من كل سوء ومكروه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله اشتركوا في القناة